السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بيكو حبيبي يا رب تكونوا بخير وفي صحة وسعادة دايما يا رب النهاردة هنعمل غصفة سهلة وسريعة هنعمل كباب الحلة باسهل طريقة تابعوا معايا هيعجبكم ان شاء الله دلوقتي انا عندي نصف كيلو لحمة مقطعاها مكعبات صغيرة زي ما انتوا شايفين كلما التقطيع تبقى صغيرة كلما اللحمة تستوي بسرعة طبعا الكباب بتاع الحلة بيحب البصل كتير فنصف كيلو هحط قدامه نصف كيلو بصل لو كيلو لحمة هنحط قدامه كيلو بصل تمام فتغصة بقى على النار هحط معلقة سمنة ومعايا معلقة صغيرة زيت زي لو انت حابة تحطي سمنة بس اوكي حابة تحطي زيت بس اوكي ما فيش مشكلة مجرد ما الزيت يسخن هنزل بحابة هان وارق لورة بيدوا للحمة طعمة حلوة قوي ومجرد ما بشم ريحة بتاعتهم هنزل باللحمة بتاعتي علشان تاخد صدمة الاكل يعني مفيش فيه صحة وغلط يعني الطبيق دايما بدام عملتي الاكلة وطلع طعمها حلو يبقى خلاص مفيش مشكلة يعني طرق كتير وبدام في الاخر الاكلة بيطلع طعمها حلو يبقى احنا وصلنا للطريق الصحة دلوقتي انا هشوح اللحمة شوية وبعدين هننزل بالبصل علشان يتشوح كمان مع اللحمة حتى لو اللحمة نزلت السوايل بتاعتها هسيبها لحد ما تنشف وهشوحها شوية زي ما انتو شايفين بالمنظر ده وهنزل بالبصل كمان علشان يتشوح مش هنزل باي سوايل دلوقتي لحد ما البصل يتبل شوية ويتشوح مع اللحمة نزلت بكمية البصل بتاعتي هننزل بقى بالبهرات بتاعتنا البهرات دي ترجع لرغبتك الحاجة اللي انت حباها ممكن تحطيها وممكن تكتفي بس بالملح والفلفل الاسود يعني انا جدتي الله يرحمها ما كانتش تعترف بحاجة في البهرات غير الفلفل الاسود والكمون وبس يعني وكان الاكل بطلع كل ما في الجمال ربنا يرحمها يا رب دلوقتي انا حطيت معلقة فلفل اسود زي ما قلتلكم معلقة صغيرة سبع بوهرات وحطيت مكعب مرأة ودي معلقة صغيرة سكر علشان تخلي اللحمة تستوي بسرعة هنفضل نقلي فيها شوية لحد ما البصل يتبل وتشوح مع اللحمة هغطي عليها شوية وكل شوية هقلب فيها زي ما انتوا شايفين بالمنظر ده زي ما قلتلك اللوم مثلا فيه ناس مش بتحب طعم الحبهان ممكن ما تحطيش حبهان ما فيش مشكلة دلوقتي البصل بتاعي بدأ يتبل زي ما انتوا شايفين وبدأ يصفر شوية برضو لسه هزبر عليه شوية كمان كده خلاص هو بدأ ينزل السوايل بتاعته هنزل انا بشوية مية مغلية مش هكطر المية هي كل ما تحتاج هننزل يعني بنص كبية مية مغلية علشان انا مش عايزة يبقى فيها سوايل كتير هسبها لحد ما اللحمة بتاعتي تستوي مجرد ما اللحمة تستوي ده اختياري لو انت حبه انزلي بحبة بطاطس من الطعم وكعبات بتبقى طعمها حلو جدا مع الكباب وبتاخد من طعم اللحمة وبتبقى طعمة جدا وبتبقى اكلة متكاملة كمان مجرد ما اللحمة والبطاطس بيستوي يبقى كده الكباب بتاعي جاهز يبقى جاهز معايا للتقديم قدمي بقى مع رز ابيض قدمي زي ما تحبي بالطريقة اللي تحبيها دلوقتي جاهز عندي اجمل كباب حلة ممكن تكليه واسرع واسهل طريقة يراب الفيديو يكون عجبكو لو كان عجبكو ما تنسوش اللايك والشير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته